عايز تتكلمين انت على مجموعة الأهل وطبعا اه نعم لانه اعدي اه بفرج على القرع وبتريت اشوف ردود الافعال يعني المجموعة متوازنة المجموعة لا سهلة ولا في المتناول المجموعة صعبة جدا صعبة عليهم وليع الاهلي صعبة على الكل طبعا الاهلي بص هل الاهلي قادر علي تجاوز المجموعة نعم هل المجموعة سهلة لا المجموعة صعبة جدا بالذات مباركات خارج الارض تبتلي بأورلاندو بايرتز دخليني أقولك قبل بسا نبتلي كلامنا عشان نحط الناس في الصورة أنت بتتكلم على فريق قيم اللاعبين اللي موجودة هي 21 مليون وكسور زي وزي بيرمد فرق 200 ألف دولار وأكتر من الزمالك الزمالك قيم اللاعبين بالنجوم اللي موجودة في نادي الزمالك 17 مليون دولار هم 21 ونص فأنت بتتكلم على فرقة تقل اللعيبة التسويقي للعيبة اللي موجودة فيه أكتر من الزمالك فأنت تخيل أن فريق قيم اللاعبين التسويقية أكتر من الزمالك محطوط مع الألف المجموعة فهو أكتر من الزمالك فتتكلم على فريق زي بيرمد تسويقيا وأعلى من الزمالك ده أورلاندو بايرتز اثنين أول فريق في جنوب أفريقيا في السنوات الأخيرة يكسر هيمنة سانداونز على أي شيء في بداية الموسم الحالي قدر أنه ياخد بطولة الكاس لأنه يتلعب في بداية الموسم في جنوب أفريقي قدر أنه يفوز على سانداونز وياخد الكاس منه ويكسر هيمنة سانداونز اللي في السنوات الأخيرة اللي فيه فرق كبير ما بين سانداونز وبينه وأكيد الناس في الخلفية مواجهات الفرق بتاع جنوب أفريقيا حتى فرق كان بتنفس على هبوطه وبتلعب بيرامدز مواجهة صعبة جدا لبيرامدز داخل أو خارج الأرض الستايل وطريقة اللعبة بتاعت فرق جنوب أفريقيا صعبة جدا جدا على كل فرق المصرية لأن الطريقة مختلفة أورلاندو بيرتز كريم هو أكتر فريق عنده لعيبة لعيبة من جنوب أفريقيا بعد سانداونز بتروح المنتخب 13 لعيب فأنت بتتكلم على فرقة كلها الأول ما بيعتمدوا على المحليين سانداونز بيعتمد على 4-5 لعيبة في التشكيلة الأساسية برازلين وأرجنتينين ومن تشيلي إنه أريد بكلمك على فريق القوام الأساسي فيه على الأقل 9 على الأقل 9 موجودين في منتخب جنوب أفريقيا وبيلعبوا بشكل أساسي مع أورلاندو بيرتز اللي بعده فيه اتنين لعيبة كانوا موجودين في الفرقة دي كانوا محطوطين على الرادار الأهلي وكان الأهلي بيفوضهم اتنين من أفضل الأجنحة اللي موجودين في أفريقيا واحد منهم اسم موفو كينج اللي بتريني نعرض الصورة بتاعة فريق أورلاندو بيرتز موفو كينج ده أفضل موهبة في الدوري جنوب أفريقي وأفضل موهبة في جنوب أفريقيا كلها لعيب مزعج ومرعب هم هناك بشبيهو بطلعب بيرسي تاو في بداياته هناك وأول لعيب يشبيهو بيرسي تاو موفو كينج ده لعيب ده لا ده جل بيرتو ده واحد من الصفقات الجديدة نجم منتخب أنجولا واللي تقلق بشدة مع منتخب أنجولا 24 سنة يا شاكر تقلق مع منتخب أنجولا ده اللعيب اللي بعده موفو كينج ده أفضل لاعب موجود في الدوري الجنوب أفريقي أفضل موهبة تطلع في الدوري الجنوب أفريقي لعيب موهب بشكل مزعج الأجنحة عندهم مرعبة بتتكلم عليهم مرعبة ده دان هوتو لعيب من كبات المنتخب ناميبيا لعيب ممتاز لعيب من أفضل اللعبة اللي موجودة في وسط الملعب عندهم بيلعب كمان على ناحية الشمال لعيب اللي بعده أنا بجيب لك أبرز اللعبة مش كل اللعبة كمان ده سالينج ده أفضل جناح موجود في الدوري جنوب أفريقي المسلم اللي فاته كريم سالينج ده أفضل جناح أنا بكلمتك على موهبة وبيلعب جناح برضو سالينج ده أفضل جناح الاتنين اللعبة اللي كانوا وحطينه على الرادار الأهلي والأهلي استعلم عن الاتنين بالمناسبة عام موفو كينج لعب صغير 2004 قبل اللعبة خلاص ده هدف الدوري جنوب أفريقي المسم اللي فات ماباسة هم عندهم اتنين موجودين أقوية جدا الاتنين بيروحوا منتخب جنوب أفريقي ماباسة هات اللي بعده السورة اللي بعدها الماباسة برضو وبعدين هيجي ده منكوبة ده الفرود التاني عدوا اتنين فرودة جمدين جدا اتنين أجنحة جمدين جدا فرقة ماشية متصدرة بالتساوي مع سانداونز دوري جنوب أفريقيا مباراة هناك صعبة جدا فرقة جماهيرية كبيرة جدا يا كريم يعني جماهير أرض لعيبة كواليتي قيمة تسويقية مدرب موجود معهم مدرب إسباني خسيرا فيرو مدرب خلق لهم شكل من بداية الليوش بشكل مختلف تماما وقرع على الأرض زادت فانت بتتكلم على فرقة صعبة جدا كمان مين قال ان الفرقة دي سهلة يا جماعة الفرقة دي قال أهل اكسيبها في فاينل أفريقيا آخر مباراة لأبو تريكا لو الناس تذكرها لكن الريكورد كله في صالحهم أربعة ثلاثة في الكونفدرالية ويرامون تادا ويخرجوا الأهل في الكونفدرالية بجيل كان قوي جدا في الأهل أو نهايات الجيل القوي في الأهل قبلها كان في نفس البطولة الأهل اكسيبهم فيها كسبوا الأهل 3-0 في المجموعات فانت بتتكلم على فريق حتى الريكورد حتى هم مش في أفضل حالاتهم مواجهات الأهل معهم صعبة جدا فبتتكلم عن مواجهة صعبة جدا تمام ذهابا إيابا ده أورلاندو بايلتز ده أورلاندو بايلتز